محمد الحميلي محمد الحميلي أتمنى من حضراتكم كما تعودنا نعمل إعجاب لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمن يشاهدنا لأول مرة وجزاكم الله خيرا وعلى بركة الله نبدأ مع بعض ترجمة نانسي قنقر 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 سريعنا جماعة كده نشوف يعني تقنين آآ آآ الاسم اللي كتبنا نحن قلنا حرف الألف دائما طوله بيكون خمس نقاط بحجم القلم الذي تكتب به ويكون مرتفع يعني نصف نقطة أو ربع نقطة فوق السطر هنا خلي بالك سبتي مسافة بعد الألف مسافة نقطة أسنان السين الجزء الأول ده بيكون نقطة لحد هنا وبعد كده تحت في نقطة تاني وبين السن الأولى والتانية نقطة وبين السن الثانية والتالتة نقطة ونص بيكون فيه تساع شوية وبرضو فيه هنا لو عملت خط هلاجي السن الأولى مرتفع عن السن الثانية فيه تدريج فيه نزول عملنا هنا آآ مسافة أربع نقاط تمام كشيدة وهنا فيه عمق بيكون نقطة وبعد كده عملنا حرف حرف الميم آآ خلي بالك هنا السين شايف برضو لازم يظهر للجزء ده الشبه المسلس أسفل أسفل آآ الحرف هنا حرف الميم الجزء ده نقطة ونص وبرضو هنا شايف فيه فراغ وهنا برضو فيه فراغ مسلس بين الميم والألف نقطة ونص لنقطتين آآ بعد كده سيبنا مسافة هنا جماعة وعملنا برضو حرف آآ عملنا الهمزة الهمزة الجزء ده بيكون نقطتين ومن أسفل الجزء ده بيكون برضو آآ نقطتين وهي فيه بروز الجزء ده بيكون بروز نقطة عن بداية الهمزة الألف برضو هنا زي ما احنا قلنا خلاص خمس نقاط تعودنا ومرتفع عن السطرة حاجة بسيطة هنا خلوا بالكم فيه مسافة برضو بعد الألف سبت مسافة نقطة كده أو نقطة ونص وعملنا حرف الح الحرف الح كم نقطة جماعة أربع نقاط وهنا فيه نزول نقطة وأكثر من نقطة يعني نقطة وربع تقريبا لأنه بعدها حرف حرف الميم وهنا الجزء ده شايفين باخده بدوران يعني الجزء ده بيختلف معانا حسب الحرف الذي بعده الميم هنا شايفين برضو الشكل المسلس اللي تعودنا عليه وعلي كده فيه حوالي نقطة ونص بعدها وعملنا حرف الدال ارتفاع الدال الجزء ده نقطتين ولو خدناه من تحت هيكون سلاس نقاط وطبعا هو حرف الدال بيكون الجزء ده نقطتين وفي الداخل برضو نقطتين وارتفاع الجزء دي نقطتين أحمد عبد الله العين الجزء ده بيكون كام نقطة جماعة نقطتين خلاص عارفين احنا حاجة بالعين ده نقطتين وفي العين في الداخل بتكون فيه نقطة وهنا فيه بروز مقدار ايه مقدار نقطة والجزء ده احنا بيكون أشد دميل مع الحروف مع عدى الحروف ايه الصعيدة. بعد العين في مسافة نقضة. وهنا صح في تحتها ايه? تحتها ارتفاع بيكون نقضة. ماشا جماعة. وطبعا الجزء ده بسيط. يتم ازالته. اه بنحاول نكتب الاسم يعني ايه? بصورة جميلة يا اخت اسماء. عشان ايه? ما تخضبيش من زوجك الاستاذ زكريا بسبب عدم كتابة اسمك. تمام. هنا في مسافة ايه? نقطتين يا جماعة. والدال زي ما احنا شرحناها وقلناها هو في كلمة احمد الجزء ده بيكون ايه? نقطتين طبعا وهنا في ارتفاع نقطتين. تمام? لفظ الجلالة زي ما تعودنا عليكم. لفظ الجلالة زي ما تعودنا وقلنا لكم يا جماعة. الالف بيكون اطول من اللامات. تمام? وهنا في مسافة يعني طول اللام بيكون سلاس نقاط. بيكون اقصر لان قاعدة خاصة لفظ الجلالة. هنا فيه نص نقطة وهنا بيكون فيه نقطة. ولو عملنا خطي كده هللاقي الهاء نازلة مقدار نقطة عن اللام. وحجم الهاء هي بيكون ايه? الجزء ده نقطة وهنا الجزء ده كده بيشيل نقطة ونفوق نقطة برد. وحنا عارفين الهاء بتاعت لفظ الجلالة بتكون ايه? بتكون اه شبه اه السكون المقلوبة. يعني شبه السكون دي بس المقلوبة. تمام يا جماعة? نكتب اسم اه اخونا زايد. زايد صلاح الدين. اتمنى من اخوانا اللي بيشاهدونا حاليا الضغط على زر اعجاب. وكذلك اه الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واجزاكم الله وخيرا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. نوضح مع حضراتكم زي ما وضحنا في عند كتابة اسم اه الاخت اسماء. هنا حرف الزين بيكون الجزء ده احنا قلنا نقطتين ونزوله هنا برضو نقطتين. خلاص يا جماعة وفي الداخل الجزء ده بيكون نقطتين. ولو عملنا خط هنلاقي فيه ميل مقدار ايه نقطة. اه الياع هنا الجزء ده فيه نقطة. وهنا عملنا طبعا مد مقداره كام? مقدار اربع نقاط ونصف. وهو مقدار حرف الباق. وفيه عمق هنا بيكون نصف نقطة تقريبا. اه الدال. نقولنا احنا طبعا عارفين ان هنا فيه نقطتين. وطبعا هي الدال بتكون مرتفع عن السطر مقدار نقطة. والجزء ده بيكون نقطتين. تمام يا جماعة? اه صلاح حرف السي الصاد هنا سلاس نقاط. وبعد كده الجزء ده بيكون فيه نقطة. وتحت الحرف بيكون فيه فراغ. اه يعني الصاد ما تكونش ملامسة للسطر في هذا المكان. وفي الداخل بيكون مقدار قطة ايه? قلم. يعني بيكون اقل من النقطة. اه سنة الصاد عملنا على عبارة عن قنطرة. وهنا عملنا نزول الجزء ده كحلية يعني للصاد. اه الجزء ده بيظهر بس فقط عند الصاد المتصلة وليس اه عند الصاد اه المفردة. يعني الصاد المفردة. هذا الجزء يختفي في الكاسة. هنا طبعا فيه نقطتين. واللم الف الصعود بتاعنا. وانزلنا من الوسط. شايفين هنا من الوسط بدانا الانسلاخ. اه فيه فراغ هنا. سلاس نقاط. وهنا فيه نقطتين. وطبعا الجزء ده فيه فراغ نقطة. وهنا فيه نزول نقطة. يعني كله نقطتين عرب. الحاء. زي ما احنا عارفين الجزء ده بيكون كم نقطة. اربع نقاط. خدناها في دروس سابقة. تمنى الرجوع لها. وجسم الحاء نفسه. لو عملنا خط كده وخط كده. هنا فيه الجزء ده بيكون مقدار نقطة. واسفل الحرف بيكون نقطة. ولو عملنا خط برضو. هيكون هنا فيه فراغ وهنا فيه فراغ. اقل السمك للحرف بيكون في هذا المكان. السمك بيكون اقل من ذلك ايضا. يعني حسب جودة القلم اللي تكتب به والحبر. اه. الاقلام اللي نكتب بها يعني ليس بالاقلام الاحترافية. ولكن قلم تم تصنيعه من قلم جاف عادي. اه. اللي حابب يشوف برضو كيف يتصنيع هذا القلم. اهو. اللي حابب يشوف كيف يتصنيعه. عملنا فيديو مخصوص ليه. بهدف التيسير على اخواننا اه. اه. الذين لا يجدون اقلام الكتاب في الخط العربي. وخصوصا في اه دول معينة. اشاهد ان هذا الجزء لابد ان يكون دقيق. هذا الجزء لابد ان يكون دقيقا. دقيق السمك. هكذا. اه. اه. ارتفاع الجزء ده. بيكون ارتفاع حرف الالف تقريبا. وهنا فيه خروج مقدار نقطة ونص. الدين. الالف زي ما احنا شرحنا قبل كده. خمس نقطة. نقطة. خمس نقطة. ومرتفع عن السطر زي ما قلنا ربع نقطة. هنا فيه مسافة نقطة ونص بين الالف واللام. قد تزيد الى نقطتين في بعض الاحيان. هنا فيه مقدار نقطة بين اه. اه. اللام والدال. اه. من اسفل نقطة. ومن فوق بتكون اوسع قليل نتيجة الميل نحيتيه اليسار عند الصعود. الجزئية دي. نقطتين شرحناها. حرف الدال تكرر معنا كثيرا. وهنا فيه نقطتين. هنا الصعود زي ما احنا قلنا حاج. وشرحنا قبل كده. صعود حاد. وليس صعود يعني افقي. اه. حرف اللياء مع النون. ممكن اعمل اه سنة للياء. وممكن بدون سنة زي ما ذكرنا. ويطلق عليها يعني سنة ميتة. اه. بالذات اذا اتى وراء حرف ايه. حرف اه. النون. والمسافة دي بيكون مقدار ايه. مقدار نقطة. واحنا كاسة النون احنا عارفينها كام نقطة جماعة. ثلاث نقاط. طيب. وهنا فيه نزول نقطة. واسفل حرف بيكون نقطة. ويقولنا برضو. ان هي نهاية النون بتكون اقل في الارتفاع من البداية بمقدار ايه نقطة. اتمنى يكون في نهاية هذا الدرس. ان احنا وفينا. ما علينا. من وعود كتابة اسماء من يراسلون من اصدقان المتابعين الكرام. وفي النهاية اتمنى من حضراتكم الاعجاب بهذا الفيديو حتى ينتشر. وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وتابعونا في حلقات اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.